أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن أي خطة أو صفقة لا تبنى على أساس حل الدولتين مصيرها الفشل وسيتم رفضها فلسطينيا وعربيا جاء ذلك ردا على تصريحات المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات الذي طالب الجانب الفلسطيني بتقديم تنازلات لخطة السلام صفقة القرن في طور النضوج يوميا ولم يتبقى الكثير بحسب المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات لتصبح جاهزة بالنظر لتصريحاته الاستفزازية الأخيرة يتضح أن المفهوم التقليدي لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 67 لم يعد أساسا لصفقة القرن إذ أكد جرينبلات أن قرارات الإدارة الأمريكية تأتي بناء على مصلحة بلاده أولا والتي تتطابق تماما مع مصلحة الاحتلال تريد هذه الصفقة أن الفلسطيني يشرعن الاحتلاله يعني الفلسطيني يقبل بأنه ضياء حلمه ضياء الدول الفلسطينية ما يريد تريد هذه الرؤية أن الفلسطيني يقول نعم أتعايش مع الاحتلال ومش بس هيك وأن الإقليم العربي يقبل وجود إسرائيل لأن الفلسطيني قبلها عمليا هي خطيرة لأنها تشرعن وجود إسرائيل مش بس في بلادنا في أرضنا وإنما في العالم العربي وأن تقدم كحامية لبعض الأنظمة أو للإقليم وتقدم كصديق باعتباره صديق الغني والقوي لا هنا خطورة أمريكا لن تعمل على فرض هي ستقدمها وتكون الآخرين وافقوا عليها وبعد أن أخرجت الإدارة الأمريكية مدينة القدس واللاجئين والمستوطنات قصرا من المعادلة لا يزال دونالد ترامب يطالب الحكومة الفلسطينية بالمزيد من التنازلات في سبيل خطة السلام خطة ترفضها الحكومة الفلسطينية جملة وتفصيلا بإجماع الشعب الفلسطيني وإجماع القيادة الفلسطينية نرفض ما يسمى صفقة القرن ونرفض أيضا محاولات الاحتلال الاستفادة من هذه الصفقة في عملية تمرير بناء والتوسع الاستعمال الاستطاني وتمرير أجندتها الهادفة إلى شطب إمكانية قيام دولة فلسطينية والقدس عاصمة لها وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين كل ذلك لن يجدي نفعا أمام إرادة شعب الفلسطيني أو تمسكه بحقوقه وثوابته والرافضة لكل ما يتعلق بالمساس بحقوق الشعب الفلسطين سواء من الإدارة الأمريكية أو من قبل الاحتلال بين الضغوطات الأمريكية والرفض الفلسطيني يبدو أن ترامب قد بدأ باتخاذ خطوات عملية لتطبيق صفقة القرن إذ أدخلت وزارة الخارجية الأمريكية تعديلات على سياستها تقضي بتسجيل أبناء الجولان المقيمين في الولايات المتحدة كمواطنين أصليين في دولة الاحتلال من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا